كان رهانه بأن يكون قتلها مجرد حدث عابر لم يكن الاحتلال الإسرائيلي يتوقع أن يكون صدى جريمته باغتيال صحفية شيرين أبو عاقلة بعمق وأثر ذلك الصوت الذي أوجعهم طيلة 25 عاما ولأن العالم ضج برحيل شيرين المفجع كان من الطبيعي أن يكون التفاعل مع هذا الحدث في سلطنة عمان حاضرا وعلى كافة المستويات فعلى الصعيد الرسمي أعرب وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي خلال لقائه مع نظيره الروسي في مسقط عن استنكاره ورفضه لما أقدم عليه الاحتلال من جانبها طالبت جمعية الصحفيين العمانية بمعاقبة مرتكبي هذا العمل الإجرامي أن تقتل الصحفية وهي تؤدي عملها أمام مرأة الجميع هذا عمل مرفوض وبالتالي هذه الأعمال ليست بالغريبة على الجيش الإسرائيلي المحتل ليس أيضا بالغريب على الممارسات الإسرائيلية تجاه الصحفيين والعلاميين في الأراضي المحتلة نطالب حقيقة من هذا المنبر جميع المؤسسات الدولية أن تقف وقفة رجل واحد لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة هذه الجريمة كانت متعمدة أمام مرأة الجميع فإضافة إلى الاهتمام الكبير من قبل الرأي العام فإن العديد من الوسوم المتضامنة مع الصحفية الفلسطينية تصدرت مختلف منصات التواصل الاجتماعي سماحة الشيخ أحمد الخليلي المفتي العام للسلطنة وصف ممارسات الاحتلال في تغريدة له على تويتر بالهمجية والتعسفية في حين أعلنت استفارة الفلسطينية في مسقط عن فتح سجل للتعازي يوميا لأحد والاثنين القادمين بابنة مدينة القدس الشهيدة شيرين أبو عقل إذن لم تصب الرصاصة شيرين فحسب بل أصابت كل المؤمنين بحقوق الشعب الفلسطيني حول العالم تعالت أصواتهم مطالبة بمحاسبة المسؤول والوقوف في وجه المحتل مازن بن حميد المحفوظي لتلفزيون فلسطين مسقط